فداش قلتوا طلبين مهر إذا واحد قدم لش؟ مقدم اللي يعني بالبداية غير فد خمسين دفتر شكال؟ خمسين دفتر ليش بالله؟ لأنه العالم صارت بهاي الفترة تثمن بالمال فأنت تثمني بالمال حتى يكون قاعد وزن بعدين مياه أم تحسي هنوع من الضمان؟ طبعاً أنا أحس المقدم المؤخر ضمان أم محمد إش قلت شان مهرج لما نزواجتي؟ من الزواجة؟ مئتين مئة وخمسين مئتين دينار؟ مئتين دينار؟ مئة وخمسين؟ لنختي عن حوب لو هيتش؟ لا لا نقل يدي تان؟ عابل ورضيت؟ طبعاً هاي قبل إحنا مو يعني مثل هسه ما هالعالي شن الجوز يعني متفقى يهل أهم من كلك يعني أهم بالجهة المقابلة أهم من خاف جوز يعني فدي يعني جوز شهر شهراً وسوهم مقلب منه بيك هو هاي ناس يعني تعرفين أنت بهاي الشغلات يعني يشوف لها واحد مثلاً هو طاق مثل ما يقولون يشوفها في الوصف يضرب عليها مهر عالي سوي لها خربطة خمس ديام اطلق من عنده والله هو بمشكلة أو سبب له الشيء رأيي شيء المهر يضمن حقه لبنية؟ طبعاً طبعاً إذا بدون المهر يعني إذا مهر مو كلش عالي حسي يضيح حق لبنية هو أصلاً الإسلام حللة يعني هو باعتبارها يسوي قيمة للمرأة حسين أنت إذا مثلاً لنا فلو تقدم لتشخص عنده يعني هو متمكن مادياً وعرض عليها شمهر عالي وشخص أنت تحبيه بس ما أنطوش مهر أو فاتش بسيط رمزي أين من راح تختاره؟ أسأل أموي أموي قالت شان مهرج؟ والله كان مهري يعني مناسب يعني إشقد مثلاً يعني خمس المفعال ذهب علي أنت مزوج ولا؟ لا الحمد لله الله مطيني عقل يعني تشوي الزواج من العقل؟ طبعاً كيف؟ لنفرض لنفرض صارت عندك سهوة وقررت تزوج إشقدت تريدي تطلبوا من نفسك؟ يعني خصدتش يعني لا سامح الله سوء الاختيارات كثرة طلاقات الدستر عندنا كل ما ديزيد الطلاق عندنا كل ما ديزيد عندنا المهر ليش يقولوا شان راح حافظ على بنتي مستقبلاً أو على مستقبلها اللي راح يضيع إذن أنت ليش تفكروا بسلبية قبل اللي جاء بيه؟ إحنا أنا مسيحية ما عدنا مهر ولا مقدمة ومؤخرة فإحنا المهم التفاهم بين الابنية والولد فما عدنا مهر يعني ما عدكم لا مقدم ولا مقدم؟ لا لا ما عدنا مرة مطمئنة من الرجال يعني مهما يطلع مهما يشوف يخالط هذه فأول وتالي يرجع لها لأن ما عدنا نطلع حالو زين أنت رأيش بالمهر بصورة عامة؟ بالمهر بالنسبة لكم أنا ما أيد مهر العالي المهم أنه البنية مقتنعة بالولد هاي هي وتعرفها خوش ولد المهم بيكون أصيل بس مثل ما شفتوا رأي بناتنا الحلوات ورياجيننا وشاباتنا وشبابنا والكل كان بصف يعني أكيد مو بصف رائد يلا خلونا نرجع للستوديو نكمل نقراني ورائد ترجمة نانسي قنقر